ادت الحكومة اليمنية الجديدة السبت اليمينة الدستورية في العاصمة السعودية الرياض وفيما انتقد ناشطون تغيير مكان اداء اليمينة الدستورية من عدن الى الرياض ارجع مصدر حكومي ذلك الى اجرات فنية واحترازية والاستكمال مناقشة الاولويات الملحة للحكومة الجديدة والاسبوع الماضي اعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة التي تتكون من 24 وزيرا الى جانب رئيس الوزراء بموجب اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي لتقاسم السلطة يشاره الى ان وزير الادارة المحلية حسين عبد الرحمن الاغبري المحسوب على الحزب الناصري رفض التوجه الى الرياض لاداء اليمين الدستورية كونه مخالفة لاتفاق الرياض الذي ينصه على اداء اليمين في عدن نشرة مستمرة وتسابعون ايضا اشتركوا في القناة